اشتركوا في القناة بالشخص اللي جايد يشوف يا هلا بك اول شي اريد اسألك احنا عدنا فقرات عدنا فقرات البداية انت ليش اختارت مجال لغة الجسد حاليا انا اتجاهت بهذا اتجاه دا قلت حاليا اي اكي انه سوات ورشة سابقة بخصوص بخصوص المبيعات بصورة عامة اهم بارت بالورشة اللي سويناه هي شاهدت من موضوع body language قلت اوكي خلنا ندخل بbody language وراء شفت مثلا حاليا مثلا اكيب واي مقاطع انزلها بخصوص الذكاء العاطفي لان انا اشوف انه اكيب كل الشبير الى علاقة بالمبيعات الى علاقة بالتواصل بعملية التواصل بصورة عامة فمن هالباب احنا اتجهنا بهذا اتجاه طيب سلي عرفها بدايتك اول شي انت تخصصك طب وبعديا ماركتنج التقلبات هذي ليش وشنو سببها وشنو اقرب صفة اليك تختارها دكتور ام ماركتنج تخصصك ام لغة جسد مختص بلغة جسد اوكي قال اجاوبك سؤال 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 الاول انه انا اختصاصي الاكاديمي وراثة طبية والامراض الوراثية درست تحدي شانوية نفسي بوقت اللي انا درست هذا الاختصاص شانت موظفة فابحث عن اختصاص نادر واقدر افيد بلدي واقدر اقدم فتخدمة ثانية واسترزق من ورا بثنا الدكتورة اسست لي مشروع خاص شوية شوية بعدين شفت انه محتاج اقعد لي اسئلة كل شو هاي بخصوص الادارة المشاريع ومعرفها فاتجهت رح اتاخذ الدي بي اي بالسي او حتى اتعلم شوان اقدر ادير الشركة ادير الموظفين ادخلت بهذا الفيلد شفت كل ما جاي اتعلم جاي يكبر وارد المالي فطورته اكثر مجال الطب لحد الان انا مفاتح لفت مشروع معين عندي نعوي ان شاء الله بالمستقبل انه اسوي شي ان شاء الله شنو صف اللي قريبة علي يا احمد بس بس زين اسجي اسألك يا ابغار طريقة اكثر شي استمتعت بي ذكاء العاطفي دمرني طبعا شي دمرني بس كلش ارتاحت كان عندي قبل قبل الذكاء العاطفي هيجانات كل شو واي احنا نقدر احمد نقدر نسوي وكذا عدي ان ارجو كل شو واي ذكاء العاطفي هيجانات قوم داون انتظر شو واي علي كافك طيب ما اخترت هذه المجارات كلها وانش نشوف احمد عدا هذه المجارات وانشان عايش احسن عايشة اهي ليش هاي العيشة موتك ما راضي عليه كل ما تتعلمين شي جديد تحسين انه كل شي ما تعرفين تدخلين بقلق اكثر فمرات حتى اشتاق من وقت اللي انه ما عرف كل شي كل شي ما عرف تتعلمين بودي لانجويج بالبداية راح تتعذين كل شو واي ليش نتركزين على كل حركة الشخص المقابل اللي يسويه فتدخلين بتوتر مثل اشخاص اللي هما يدرسون علم النفس فبن يقعدوا واحد يقول هاي الحركة موتك كذا هاي لازم هيجي يسويه هذا داخل ابنرجسيه هذا يقوم يعني يخلي لزقات على شخص صح فحياته تتأذى بس وراها لا شوية يصير أحسن أسح حالين انت متأذى لا لا أنا متأذى لا لا أحسن وضعي الحمد لله ويوم على يوم الحمد لله جايدة اتعلم شغلات جديدة بس هي بالتعلم تتأذين بالبداية كل شي تتأذين صحيح تريد تركز كل شي هو طيب بخصوص إدارة الوقت كيف ممكن اترتب وقتك وشنو رائعك بإدارة الوقت شون مدير وقتي سؤال مهم حسة حاليا بالعكس أنا ما عندي تايم دايت أبدا لأن يعني حسب الظروف اللي هسه موجود ممكن أنه أنا داخل فت مشكلة كل الشبيرة في صدى أنه أحلها بالعكس يعجبني الوقت ما أدخل بصالفة الديسيبلي أنه لازم أن أتضم وقتي من هذا هذا الوقت لهذا الوقت بس أهم فقرة بالتايم دايت اللي أنا تعلمتها هو أنه أنت لازم تنطين 3 شغلات أربح شغلات باليوم الواحد هاي من أهم الشغلات اللي أنا عندي ليش لأن احنا عندنا فت شيء ولو أنا حتش هتفت مقام ثاني يسموها فتيق ديسيجن التعب باتخاذ القرار باليوم الواحد احنا من 30 ألف ل 61 ألف قرار ناخد باليوم الواحد الوقت اللي يدق المعبه لا بعد شوية هذا قرار فأنت عادة الرجيم ليش وقت تكسريه إذا تدخلين موضوع الديت باليوم الواحد بالليل ليش؟ لين تعبين؟ تدخلين على عفل اللاجئ وتأخذ الإجمال ما حد قوله إذا يشوف حتى قرارات الخطأ يمكن بالليل قرارات الخطأ رح تتخذ بالليل آخر الوقت أوكي فلينش أثرية بالعالم يشوفين يلبسون تي شيرت واحد مثلا مارك زاكر بيرك أو مثلا ستيف جوبس عند إيفنت خاص من أبل يجي لاب تي شيرت واحد وبنطرون واحد ونفس التي شيرت يكرره يقول ما يده تعب نفسي بهذا لاتخاذ القرار أو هو أقرع يعني مثلا جاف بازوس أوكي يزين صفر أوكي ليش؟ يقول أخي ما أحير أنه وسأخلي منا منهجه منهجه خلينا على حريتي وشوفين أثرياء العالم يعني بعد ما يعبرون فالثروة معينة يصير عندهم شخص يوديهم ويجيبهم سايق ليش؟ أنت من عند السوقين تأخذين قرارات أفوت هنا أعبر الساحل كل واحدة بها قرارات فالبريوريتي بالتايم دايت كلش مهم أنه أنا اليوم عندي أربع شغلات مهمة لازم أسويها وقرارها الآن أخذه هذا التايم هذا التايم هذا التايم باقيات تخليها حفويا يعني طبعا أنا وصلت هيجي لا أستطيع أن أقول لك هذا درس أخذي من عندي لا أبدا أنا على وضعيتي على إمكانيتي المادية هذا الشيء اللي أشجع جيد دعنا ننتقل لي سؤال ثاني بما أننا بعدنا بالبداية كيف يمكن أقرأ لغة جسد خلال أقل من دقيقتين وأتأكد أنه أنا قلتها صح لأن تعرف كل زي مراتك وحركات لا إرادية أو من خلال التعاود أنه مثلا أحد تحك خشمها أو جزية الحكة جدتية لا أستطيع أن تحك خلال التكذب أقولي ما أتأكد بأقل من دقيقتين الحركات التي قدامي هذه صح أنا حللتها أوكي ندخل أنه أنت الشخص الذي يريد أن يحل لغة الجسد داخل كورس ما لغة الجسد أو لا أول شيء أول شيء داخل أو لا؟ جاوبيني عليها أوكي داخل نقول إذا داخل لأنه لازم يحلل يا أمر حمار كتاب أو كورس فنحن نحك باللغة الجسد أوكي فنحك باللغة الجسد وحق أيديك منتبه عليها مرات إذا سألني سؤالي فقمت هذه الحركة هذه الحركة لا إرادية إذا تكلمني أيدي فقمت أو أتأكد إذا نأتي هذه الحركة الثانية حركة إرادية بكورس ما لغة الجسد أو دورات ما لغة الجسد ونحن نركز الحركات اللا إرادية الشخص اللي من ليش لا إرادية سرعته كل شهوية فمرات إحنا أكثر من حركة زائدا أنه المكان اللي إحنا جايدا قارن هاي الحركة المكان هو بارد كل شحار كل ش هو داخل بتوتر لو لا هاي الأمور كلها ننتبه لها وأكو في الموضوع أنه اللغة الجسد يفسروها البنات أحسن من الولد لماذا الفرق؟ الفرق يعني فيزيولوجيا من هالباب أنت يمكن أن ترى أنه إذا والدتش تروحين يامها ويقول أنت يامت عبوانا أدري بيش مبين من وججك بس ما سامعة من أبوك مرأي حجائل حجائل أبدا صح فالبنات عباقرة بهذا الشي عباقرة ومن هالباب سووا دراسة نشرتها هاي الدراسة بالكورس مانتي أنه البنات قبل ما يدخلون بالعلاقة علاقة احنا نقصد علاقة طويلة مو علاقة المقطعة فنسبة الكذب رجال المرة هو تقريبا سيم هاي دراسة مع اله بيار بس إذا الشخص متزوج وداخله بعلاقة طويلة وهي شخص نسبة الكذب البنات يصير ضحف الرجال يقول لك ما الذي أفعله ستعبر من رجالي والزوج يقول لك لا يمكن أن أتشذب لك اللقف متعبوني شعور فتعبر من عنده تقوم بتشذب بعد أكثر عليه وهو يحاول أنه صح يكون عنده أكاذيب خاصة والأكاذيب هي فقط قليلة لما يقدر يتبين عليه وأكو شغلة ثانية هو هم ذكرتها بالكورس من لغة الجسد المصدر مالته كتاب من جون أبارو يقول باليوم الواحد عدد الأفكار الرجال هي من 8000 إلى 11000 المرأة 80000 إلى 90000 مرأة الرجال يطفي خلاص يعني هو يقوم يفكر للا شيء يعني خلوا إيه يجي على رأس الرجال ويشوفون أنه بها شافوا مرات بولس ما بي ما بي بولس فعرفه أنه رجال مرات يفكر للا شيء المرأة ش تفسرها أنت ش جايدة تفكر مركز هناك هو صاحب ماذا يفكر بشيء هو ماذا يفكر بشيء واحد يمصدق به حسنا والسبب والدليل أنت شايف الرجال يروح لصياد السمش لول مرأة سامع بي الرجال أكتب ليش يطفي يريد يفكر لا شيء ينتظر يبقى يصفون لا يريد يصفون يريد يصفون نحن قليل نصفون صح حتى إذا صفنا دل نفكر وشافوا يقول لك المرأة توفت وخلوه يجي خمس دعش دقيقة بعد الموتة أكو بولس شنو بدأ يجي أشوف الفرق بين الرجال والمرأة بلغة الجسد نحن نركز على شيء تحسين التواصل لا أريد أن أحكم عليك تحسين علاقاتنا ليس لحكم أريد أن أحكم عليك أريد أن أفتهم أن هناك فرق بين الرجال والمرأة هناك فرق أحسي بها صدقين أنا مدى أفكر بأحد أنا فقط مطفي ومن أفتهمها عملية التواصل تصير أحسن شلون؟ أنا أحكم عليك وأتمنى أن الكاميرا يعني عليك مخرج أن أخذني حسنا عدلت رقوبتي رقوبتي كانت عاجزة صح أنت من تركز على واحد المرأة بصورة عامة من تركز على واحد تنحين شوانت في تركز صح زيان الرجال من يركز هذه الطريقة يعني مطفي أوه أوكي ولا استفاد من عدها أوكي واحدة من أكبر مشاكل بالعلاقات العاطفية أنه أنت ما مهتم لي أنت ما منتبه علي ونحن نعلم الرجال نقول لي يابا أنت جاهي تعبان أنت بس يجي بس يجي بس يجي بس يجي سويها خليها تحجي السالف السالف أنت مطفي أنت ذا تستراح وهي ذا تفرق شحناتها فالعملية تستعد لها دعني نأتي على الموضوع أن المرأة تحل اللغة بس يجي أكثر من الرجل ممكن يكون إحساس ذا من يقول إحساس المرأة تكون إحساسها لا 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 ما هذا خلق؟ خلق عيد الموضوع وبهذه الطريقة المرأة الحقابلية أنه تسوي ديكود عن لغة الجسد أربع مرات أكثر من الرجال بس مو أنه أربع مرات تقدر تسوي ديكود الرجال هناك فروقات كل شو هاي وما تعرفونها مثلا اللغة الجسد اللي عادة البنات مهمة بالنسبة لهم لغة الجسد الوجه ملامح الوجه من هالباب أنتم تموتون على المكياج تحبون المكياج ابنية صغيرة بالعمر أربع سنوات خمس سنوات تحب الحمرة الولد أربع سنوات خمس سنوات يحب السيارات صح يسئل لأي رجال تقول إليه تحب أنه ما علاقتك مع المكياج؟ أصلاً نحن زلم مثلاً قليلاً حتى نسالف نقول هاي لحيتك أو تحتاج لك هذا الكريم لوجهك ما نحكي إحنا أبداً ما نسالف على الوجه ما نسالف يحتاج لك بوتوكس لو شوية معدلها هيك ما نحكي إحنا عادةً بس البنات لا أول والدليل أنه هم سووا بدراسة بشكل معدل البنات يستخدمون واحد وسبعين مرة المراية بيديهم باليوم الواحد مو المراية أي شي بي رفلكشن أوكي ممكن واحد أصلح أنا أشوف نفسي أوكي واحد وسبعين مرة يعني إذا أريد ألهي ابنية بس أنطيها مراية والدليل أنه أنت الأغلبية عندكم مراية بالجنطة ما لاتكم ما عندهم حسن أنت ممكن معدلت بس الأغلبية عندكم صحيح أوكي والوجه مهمة والرجال يستغل هاي الفقرة شي يقول لك مثلا أنا بسوي يا جيمج أنت تباوعين كذبة بهذا الوجه لالعباقرة يقدرون يسيطنون على وجه جيد إن طيبة للدلائل يثبت لي أنه شخصا قدام يكذب ثلاثة يعني أكيد إحنا ما لحنا نحكم على الدليل واحد أو حركة إيماء وحدة هذه ثلاثة إيماءات إيماء أوكي كلامية لو بس لغة الجسم هاي مرة و هاي مرة جزء ديحتي أو ديحتي أوكي أو هو وقاعد مثلا إذا كذبة صغيرة شوفي الواحد يستخدم الخشم 20% عادة هي علامة الى الكذب أوه 8% بس عادة إذا يصير الحكة باقي إصبع هاي حكها بسرعة هاي كذبة صغيرة اوكي كذبة صغيرة آني إذا أحكويا سأعدل باليغة ما أنت هاي احتمال كذبة منه رياجل كلهم متهدا بني لا ممكن أنا إذا أقول لك إحتم ولكن هناك واحدة التي سأقول لك هي 100% كذا إذا طلعت لا إراديا الذي يحق خشمة مباشرة يحق هذا المقام هي 100% كذا لا يوجد مجال يا رجل جسديا جسديا أوكي ليس كذب مثلا إنه هذا الشخص منتبه لي شوانا أتأكد إنه قاعد مكتبه هي واحدة مع البلانس إما قاتل أرجل أرجل عندنا ماذا الكاميرا تصور له إتجاهها إيه إذا تصور الكاميرا إنت إذا تتحكين ويايا يعني كل شو هو أركز على الرجل أوكي اللي بدأي من يسوي هاي الحركة يعني ما أنا أكره هك لا إراديا بالمقابلات أنا أنتبه لها السؤال اللي أنا سألتها حرجتها بالسؤال أوكي فهي مباشرة نسوي أو هي من جايدة تجاوبني خلال أقول لك هاي الحركة هي وجايدة تجاوبني ما معناتها أنه أي حكاية اللي تحكيها أنا أقلوبها بالعكس أوكي 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 بيت أمي أي شكو بيها أوه ذاك السبع شنة أوه تمام هم دا ساعد العمليات التواصل أنا أفتهم لا تفتهم أنا أفتهمها يعني أحنا بعملية التواصل الداخلين لعبة تنس لعبة تنس يعني أنا أنطي ريكوست وأكو جهة ثانية تقدر تقبل الريكوست لا لا فخلي أفتهمها أحسن أوكي وإحنا مصريحين مرات نستحيلنا الصراحة مراتاً ما متعلمين الصراحة خاصة الرجل مراتك نحن هواء شغلات ما متعلمين صح وإن أحدث بس الرجل مرات يكذب لأنه مرات يزعلها مولي أن من يقذب لأنه يعرف لأنه يعرف مثلا قال في لأنه شهر مثلا أنا خ require ببيت أهلي إذا الآن قال له لأنه أخري ببيت أهلي ممكن أن تساعدوا مشكلة فإحاول أنه ما يقول لها حتى ما يرضيها ممكن ممكن بس أقول لش إحنا كثيراً ويطفولة أتمنى أنه كثيراً أمور وتصرفات وسلوكيات اللي هس احنا نملكها هي خاصة من الطفولة صح اكيد فمثلا احنا بالعلاقات العاطفية نشوف هذا الاعتراض من المرأة والرجال انت غوطت ليش تشخش مكعالي ما تعرف تقول عفو لا ما عرف اقول عفو انا كرجال منين ناسب اتحلم العفو من ابويا ابويا ما تحلم ما شفت انه فد يوم يعتذر من امي ويقول لها عفو ابويا اعتذاره كان شنو روح شوف امك شمسة وياكل هذا كان اعتذاره شدت اروح يا ام ام اقول يا اموة شمسة وياكل هي امت شانت تقول ليم سوي كذا 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 يعني تغلط علي وراها اجي اقول لا وبعدين شي يقول لي انا ردد الصالح وياها بس هي مرادت اعتذار ابويا شان هابي المرة ما تتعرف انه اعني ما متعلم الاعتذار فما عرف اعتذر صعبة علي صح مو بس هذا هواي مواقف اخرى مهم عندنا نفس المشكلة احنا هواي عندنا مواقف اخرى اكو فروقات كل شو هواي اكو فروقات ايضا بتفسير الرغة الجسد من الثقافات صح يعني بسوء كامبلدان او حتى مثلا من المحافظة المحافظة ممكن تختلف صح واللهجة ايضا صح هاي تأثيرها اشقد في تحليل الشخصية يعني لازم او الشيان يعرف هذا منويا حتى اجي احلى صح شوفي تقريبا تقريبا فروقات اللي موجودة هي 10% بين ثقافة بلد وبلد ثاني اكو بعض الشغلات هي اكو الى حساسية مثلا عدد الرموش كم مرة انا رموش يعني اوكي اذا انا مثلا متولد منطقة اللي بيها هي رطوبة جدا عالية يختلف عن مكان اللي اصلا ما بها رطوبة اوكي وهي يأثر على هذا الشي او مثلا فواصل اللي احنا نحتيها باللغة الجسد هاي الفواصل بالكابيتال بالمشي صر مثلا بغداد بغداد اهي العاصمة العاصمة ايه العاصمة تختلف عن المحافظات مثلا اللي الفواصل صر بالمحافظات صر ابعث بعد اوكي واكو مثل ما تفضلت اكو لغة الجسد خاصة مثلا ببلد اللي احنا دي نحتيها اوكي هاي الحركة هيت بلغة الجسد بس يمكن بالعراق ما تتفسر بهاي الحركة اوكي اللي اصلا عدنا اكو فهذا غلطة كل الشبيرة باسبانية تسوين هاي الحركة او بالعراق احنا نسوي هاي الحركة يعني شنو تقولي شنو انا اعلمك انا اعلمك بس هم بها اصبر حسب الإيموجي مالتي حسب موقف حسب وجهي ايه شوي انتظر ايه انا عمك اوكي ايه هاي اروحي بإيطاليا لها غلطة كل الشبيرة يسوها اوكي اوكي واحنا عدنا مثلا هاي الحركة هسا اقولي شنو اخبزك خبز الحبا او اكو عدنا عدنا حركات خاصة انا مرة نزلت في المقطع مثلا هاي الحركة كيفي بناتي سووها ايه يمكن موجودة بس بالعراق او حركة ثانية بعدها انا ما اتذكر اتذكر ايما الكباب انا عدنا كباب ونصطفر كباب ها نسوي هاي الحركة دائما ها يمكن بس بالعراق تتفسرين ونصطفر بس بالعراق طيب بس عشرة بالمئة مو كل شواء هم من احد يعني ايماءات الكذب انه واحد يرمش اثناء السؤال معناها هو دا يرمشي بها حالتي الحالة الاولى اذا الكذبة هو سابقا مفكر بيها انا تبقى مفتوحة بدون رمش ايه واذا لا انت سئلتي سؤاله هسا رادي يخلق للكذبة لا يقوم يرمشي بسرعة حالو يعني عدد السرعات تزداد زين ايماءة الدلع تقضي النفس اللي عرف انه طريقة الجلوس والظهر مثلا اكوا واحد يعني بس اكوا اختلافات ايه مثلا انت قاعدتك اوكي البنات بصورة عامة لازم ظهرهم هما يكون عادل صح اوكي اوكي داري اذا فكروا من البنات احتيها اوكي ماذا تجيني السبالي فتشي اوكي لعد خليني ناخد واصل بسيط وراجعلكم باسئلة انتو حبيها وناختياركم اكيد موسيقى وجعنا اياكم من جديد واسئلة الجمهور واكثر سؤال ليسئلوا البنات اولا شون اعرف هذا شخص يحبني لولا يحبني لولا مثلا واحدة من الحركات هي كفروقات بين الولد والرجال الابنية من تباوع ابنية ثانية تباوعها من فوق ليجوها شون معناته انت برايج انه ما عاجبتها ما عاجبت الولد بالعكس اوكي الابنية من فوق يعني ما عاجبتها اي يعني او جايدة يقيمها اوكي خلنا نعكسها الموضوع الولد عندهم بعض الحركات يتخيلوها انه الابنية انعجبت بيه مثلا هذه الشعر اللبنية اللي تلعب بشعرها بثناء الكلام اوكي فهذه الحركة اللي انت ستسوتيها ما معناته انه اني منتبه لك اكثر عاد اسمع من عندك بعد بس مو معناته انه اني هو يفسرها انه لا خلص اوكي هاي الحركة التوتر بس ما يفهموها انه دموع جدا هم ما يفتهموها انه والابنية من الشي لتشعرها وتخليها دي وراه اوكي شن معناته سويها لا لا شعرك من وراه اوكي وترجعها دي وراه كم مرة سويها اوه 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 و四غلات اللي هي ثقة بالنفس تمثل ثقة بالنفس جدا عالية عند المنات انم يحدثون اوی خرجة تمثل ثقة بالنفس جدا عند البنات انهم من يlledد ثوب او الابيس من القدام ومن الورا اوه اوكي وبررجال العادة من يحدثون و 있어 هو لاب الم principal relatable لو يعدل بال هاي المنطقة لو يعدل بالحزام مالته الحزام قلا بالثقة بالنفس اوكي اوكي لاحقاً لاحقاً دعوا انتبهوها السؤال الثاني لا أعطي شيء أخرى أنا جاهدت أفكر لكن لم تجدنا عن الحب لكنهم أغلبهم يسألون عن الحب ترى حركات رومانسية العيون العيون البؤبؤ البؤبؤ نحن نرى الانيميشن والكارتون اللي نرى أكثر مكان اللي كانوا يركزوه هي بالعين من اللي يريدون يشوفون الاشتياق أو الحب أو أي شيء فبؤبؤ العين السواد الداخلي كل ما يكبر ما معنات أنه أنا عجبت بهذا الشخص أو أحب هذا هي يعتبر لغة الجسد اللي صحية اللي حلوة اللي مناسبة لهذا الشخص أوكي اللي مرتاح له أنا من مرتاح للشخص طيب إذا كان شخص عصبي هم بؤبر عيني ممكن كبار؟ أنا أرجع أقول لش البؤبؤ أقول السوادد داخل العين يعني أنت سعينش النقطة النقطة أوكي بس هي من هاي الفاصلة أنا ما أقدر أشخصها لازم أتقرب كلش أعتقد العصبية أنه تكون العين كلها يفتحوها 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 بس ليس معنات أنه أوكي أنا ما أدري بالعصبية كيف ستحدث أمانتا كل واحد عندها أيما أكيد مختلف بس هي العصبية يعني هي تبين بغير مشاعر أخرى أوكي مثلا بالحاجب تبين أكثر شي الحاجب الحاجب تبين أنه أنا عصبي أوكي 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 وموضوع التركيز يعني العصبية كما قلت مثلا أنت تحصبي أول حاجب أول التي تفعلها هذه المنطقة تتقرب تحصبيها أوكي الرجال هذه الحركة التي تفعلها يجب أن يركز أكثر الفارق يعني ليس عصبي إلا أنا مركز على فش الشغلة جاء دابع موبايلي مرتدي تجي تقول لي ما بيك محصب لا محصب مركز بهذا المكان من أركز أركز تبين سئلين السؤال تفضلي شوفي هذا الفارق هل يجب أن تعرفون الفرق بين المرأة والرجل ترى يختلف كل شيء الإيماءات زين أنا عندي سؤال من أسات الجمهور أنا دعسة لك هل هناك ترابط بين لغة الجسد وبين علم الفراسة؟ يعني علم الفراسة يتم تشخيصها من وجه وغيرها من الأمور فهل هناك ترابط؟ يعني أغلب المصادر يربطوها سوية يقولون هي جزء من علم الفراسة أي لحد 1980 لغة الجسد هي كانت سودو ساينس يعني هي معلم لا أقوي مثل أبو راجل التي سأتيني بها لكن بعد 1980 لا هي دخلت الجامعات جامعات رصينة قلت لك ستانفورد UCLA هارفورد هارفورد تدرس تدرس بالصفة مادة نفس الشيء الذكاء العاطفي لأنني أركز على موضوع الذكاء العاطفي فهي دخلت بصفة NLP دراسات NLP أكيد أنت دارسة NLP تعرفين ونحن نحن نتحدث عن علم فحتى من ترجعين لي وراي ترى أشخاص التي كاتبين الكتب هم أكوا تجاههم تجاه الأول شخص جايب لغة الجسد عن طريق الإكسبرينس والثاني لا عن طريق الدراسات وعلم هل تعتقد أنه المفروض أنه يدرس كل محقق أو كل ممثل لغة الجسد؟ أرجع أقول لك اليوم إذا أنت تطلعين من سيننا حسد أحكي لك 2024 أول حكاية اللي أنت بصفة شخص رايحة شايفة في هذا فيلم معين يقولين والله هذا الممثل بدع وهذا الثاني لا تمثيله كان سيء ليش انتبهي على موضوع اللغة الجسد كل ما هو صار فيك يعني تمثل بال موحقيقي 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 ما يلوق له نحن نقول ما يلوق له عنده ضعف بلغة الجسد ماذا يقدر يمثل هزين؟ فيفضل أنه يتم تدريسه لازم والمحققين أيضا يعني باكتشاف محققين أنا أعرف أعتقد يعني الوزارة الداخلي أصلاً عده ميتي كورسات يعني أنا سألت أكثر من مرة عده ميتي كورسات ومهمة يعني هي منها الباب أنه أنت من تدخلين على سيطرة مرات أنت يقول شهر سلاحويات؟ لا لا السيارة باسمه لا لا يبقى على وجه وعلى ضو توتر اللي هو يحس بيه يقول شهر طبق السيارة خلا فتش السيارة أكيد هم دارسون هذا الشيء حالو طيب لدينا فقرة اسمها أسألني وأسألك وهي سؤال لي وسؤال لك أول سؤال لأسألك يا أني شخص من أحتي هو يا أساوي رقي ينشاف بس بلغة الجسد تفسر غير طريقة فشو تفسيرها؟ البعض يعتقد أنه ضام حد شيء أو مثلا متحصد على شيء معين نرى بلغة الجسد أرجع أقول اللي يتعلمون صح لغة الجسد أول حتاة اللي يسمعوها أنه انتبهوا على الانفايرمنت وانتبهوا على يسموها الأمراض المزمنة يعني أنا مرات يمكن أنا داخل بترمر وترجف إيديا ما معنات أنه أنا داخل بقلق وانتبهوا على التمبريتشر إحنا باردة لولا أكيد هاي اللغة الجسد أنت سامع عنها وإيديا ما مكشوف عندك تقوليني أنه أنا متشتف أنا هاي اللغة الجسد أي حتاة اللي تتعطيين أنه أنا ما موافقك أوكي أوكي أنت باردان باردان أنا وصدق باردت لي أوكي أنتبريد أنا لازم أنتبه على هاي الأمور فبالعكس أنا أقول لك صيرة طبيعية خلي أي واحدة ما يريد يحكم عليك خليه يحكم عليك بالتالي إحنا ما نريد نحكم على الآخرين عن طريق لغة الجسد إحنا نريد نحسن عن علاقات وهي صعوبة لغة الجسد من أنه أنت تتعلمين لغة الجسد بالبداية وتلزمين قدام نفسك حتى أنه لا تقل لي للرايح والجاي أنه أنت كذب نحن لدينا كلمات هناك واحد جايد يفشر عليك بحركة وحدة مثلا يفعل هذه الحركة جايد يفشر عليك بقلوة تلزمين لغة الجسد تلزمين لغة الجسد تلزمين لغة الجسد أهواء يكذب أهواء يكذب أهواء يكذب فأنا لا أستطيع أن ألزم أن شخص أي شخص الذي تتعلمين لغة الجسد بالعلاقات العاطفية زوجتي تشذب علي يجب أن أعبره لا يجب أن أركز وما عندنا هذا الشيء أنه لا يعجبني أحد يشذب عليه لا غصبا عليك وغصبا عليّ أنه أحد يشذب علينا ونسمع ونسمع بس شنو؟ نفتهم أنه يا تشذبة هي تشذبة نقدر نعبرها أو لا نركز بها طيب السؤال لماذا تحبين لغة الجسد؟ أحبك أن ترى الناس تشذبين تكشفتهم ما سيحدث؟ أعرف ناسي تعرفين ناسي من هذه الأسباب الأولى اللي خلتني أحب لغة الجسد نخبه شهواي وانتبه كل شهواي على شخصاً مقابيلي صادق بي أو لا أخصاً لني أوقع أقل وإذا هم عشرة وعرفت تسعة من عدهم أنهم مكذابين شنو موقفك؟ انسح بس ما أنا ما هاجم تبقى بس واحد إليك ممكن بس ليش يعني مثلاً إذا أوقع عقد هذا كلش مهم كل شهواي أنتبه يعني من فوق جواه لقيني أبواء 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 خاصة أني أركز على حركة الأرجل أكثر اللي هو يعني متجه كلامه صح ويا أو لا وعلى العين تعرف العين أهم شيء فهي من الأسباب اللي تخليني أنه أشطل ويا أو لا أما يعني حياتي الشخصية من ناحية صديقات أو شيء هم متبهين أنه أنا أكرر السؤال مرتياً بس بعدياً نعم يعني أسألك سؤال وأشوف حركتك ورا مثلاً ساعة أو ثانية أسألك نفس السؤال فحتى تأكد أنه هذا صح أو لا فهو موضوع الكذب اللي خلاني أنا أحب لغة الجزء بس الكذب؟ بس نعم لأنني أشخص أكره الكذب نعم نعم وطالي واحد بالعالم يحب الكذب ما يكون نفسه كذب يقولون عادي مثلاً هاي تشربة بياضة ترى ما يقولون اسمها بياضة وسودة نعم بصورة عامة هي نيجاتيف فينكس ما حد يحبها بس برأي إذا هاي تشربت عليها حياتي تصعب كل شيء هو صعبة هو يركز هو يركز على العالم وهو ينتبه لغة يكذبون بس ما أحجي ايه اذا تقدرين تعبري الموضوع كل شيء ولا حاجة عرفتها أنا أعرف لغة الجزء حسنا انكشفت نعم نأتي على الحركات السلبية اللي حسنا انت حشت عنهم شوال الحركات اللي ممكن تنطي انطباع سلبي شخص يسويها قدرة رأي واحدة من أكثر الحركات اللي كل شواء يركز عليها وبالمحاضرات يعني أحجي بيها أقول بشباب بتشتفون هاي الواحد يتشتف كلش مزيلا يتشتف احنا خلا قلتش احنا شون تحلمنا هاي الحركة وين تحلمناها بالمدرسة حتى يسكتون ما صح تكون تتشتفون حتى تسكتون فهي أصلا هي من ساكت أدخل حتى بـ أدخل بـ هي 3 حركات وحركة الثانية هو السمويلينك أفضل لباس أفضل ملابس اللي أنت تقدرين تلبسيها هاليوم قدام أي شخص هي الابتسامة الابتسامة بها تفعل الميرور أنكوبي احنا بعض الخلايا يسموها ميرور نورون خلايا بالدماغ أنت أي حركة اللي أسوي أنا سجايدة حتويات وانت إذا تلزين راسج بعدين نشوفي صحيح أنت كررتيها مباشرة والابتسامة هي أحلى ملابس اللي تقدرين تلبسيها يعني بالمبيعات كل شي هو نركز على موضوع الابتسامة نقول فوق الـ 40% البنية تقوم تحب الولد بس عن طريق هاي الابتسامة اللي موجودة صح زين عندي السؤال كل شي مهم أنا قاريتة لكن لا أعرف هل أستطيع أن أؤثر على قرارك بحركة من حركات الجسد أن أتوافق قراري أو أن أخذ إجازة مثلا من مديري على سبيل المثال أستطيع أن أتوافق معنا أتوافق نعم كل شي بس مو حركة وحدة يعني حسب الموقف التونز نبرة الصوت هو واي لها تغفير أوكي والبنات ملاحظة خليها خليها كل شي حساسين عن نبرة الصوت كل شي صح يعني اليوم اللي تيشوفون هذا البرنامج أكو إذا متزوجين أغلط على مرتك بس بهدو حيوانة أيها بضحكة تؤبر بس لا تقول الهزين تتأث ما رح حساسة بالنسبة النبرة نبرة الصوت صح وهي ترجع لك قلت ليش يعني أخو ما حجيت حتائي قال لا طريقة اللي حجيت هي كانت مو صحيحة هاي واحدة من الاختلافات اللي بين رجال المرة زين العيون أوكي أنطيني إماءات معينة تثبت على الكذب وإماءات أخرى تثبت على الصحة اللي نعتقد أكو يمنو يسرع وحدة كذب وحدة بغلط أنه أنا أشرح بهاي الطريقة لأن بها تفسير غلط يصير أوكي بس بالبيج بإجمالتنا فأنت تروح أنتو حكمين على العالم أوكي يلا حسنا، لماذا تسمى فادية؟ أخي؟ نعم، صعب أخي يختار هذا الاسم أخي فأنت تذكرت، صح؟ نعم لا، لا أدخل، أنت أبيّنها، دعوهم التفسير نعم، أنه سيكون عالية لا، كانت ميدل حسنا كنت تدورين بملفات الصوتية حسنا حسنا سؤال الثاني، لازم حتى تشذب عليه بيه ممكن، أو ممكن تخلقي لجفة الإجابة حسنا، أسألني حسنا، سؤال الثاني، أفضل كتاب اللي قرأتيه نزل جوا أكثر من كتاب هو تشون، ليس كتاب واحد بإلى علاقة بالآخر علاقة حب اللي دخلت بيها ماذا كانت؟ داخل بعلاقة حب حسنا، هم بها إلى علاقة بالعدد حسنا، أوه حسنا، فأريد أسألني سؤال آخر آآ، والدك لو والدك، أكثر شيء والدي والدك، ليش والدك؟ علاقة بي غير نزلت جوا، العلاقة بالعدد أكفت شيء، أكثر من موقف ذكرتي هسه، أوكي، مو موقف واحد بعد، أنه وصف لي شريك حياتك أوكي، 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 وأكثر بيها توصيف، نزلت عينك، أوكي، ماكو شيء وحدة، عدد شغلات اجتب نفس اللحظة صح، أوكي، وآخر بودكاست اللي سماحتي شنو شان؟ ما سماحتي؟ ما سماحتي؟ وراحت عيني، منتبهت عيني؟ نزلت أول شيء راحت منا، وبعدين نزلت جواه نعم، وسأكلها يسرع أي زين أوكي، أنت مركزة على العين أو لا؟ لا، ممركزة متأكدة؟ ده ركز على السؤال، ده تصدمني بالله أي نعم، لقد عرفت ماذا يكذب، وعنده تذب؟ حسنا، أخر تذبت كيف أكثر؟ يجبتها واحدة، اثنياً تبعاً هذه اللغة تجسد، كيف أكثر؟ ماذا تذكرت؟ نعم، بلد، نرى سامع الانيبوليشن بالعمود الفقري يساوى الانيبوليشن يظهر بها أصوات وشيء وذني الشخص إذا هو ممرخي لا تخرج من عنده هذه الأصوات وحسا أنت تعرفين بموضوع لغة الجسد العين وممكن إلها علاقة بأن السؤال الذي أسألتك أنه أنت شوية مع تحفظها ممكن فإننا نريد أن تحفظه وإلا إرادياً لا تأتي في هذه الحالة مستحيل نعم لا تجيب هذه الحالة فأنت عوفي على سالفة الكنترول هناك أشخاص يعرفون لغة الدسد وممكن يفعل حركات معينة يثبت أنه أنا مثلا صلات قوية بصندات كذب عليك ماذا أكشفها؟ عشرة بالليل هناك سالفة أنه إذا راحة اليد ظهرت من أحد ديحت وليس يفعله مثلا قياس جهاز قياس الكذب نعم 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 لأحد 1998 أو 2001 اللغة لم يستخدمه لماذا؟ لأنه يعمل على أربع شغلات النبض دقات القلب طريقة التنفس والرابعة دقات القلب رأيت التنفس سمان ذكره نبرة الصوت؟ لا لا التعرق حسنا لأنه يعمل على هذه الأربع شغلات بعدين اكتشفوا أنه أنت بحباية واحدة تستطيع توقفين كل ذلك فهي منها الباب بعد اللغة شخص اللي يعرف لغة الجسد ممكن يدخل بهاي الأشكاليات كلها اوكي يعرف كل شيء بس أنا أقول لش 10% يقدر يركز 10% يقدر يركز على حركاتنا لازم تفلة حركة لازم تفلة حركة اوكي أصل أختلف عن المرأة يعني حتى بطريقة البرزنتيشن اللي يأجي إذا أنا سمعي أو بصري يعني شخص سمعي يعني أحب الأصوات أحب البودكاست أحب دائما أسمع موسيقى أحب أدس موسيقى اوكي أختلف عن شخص اللي لا بالعكس أي شكلة لازم يشوفها لازم يكتبها اوكي من يحتي بسريع يحتي كل واحد شكل موسيقى 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 يقولون موسيقى في LLP يقولون هذا الشخص فيجول يوجد تصوير فيه فهو الكلمات ما جاي توصل في هذا الفيلم جاي يتعبر هو جاي يتطي تراجع اوكي تراجع فهو تراجع موسيقى 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 اوكي اوكي جميع الرجل الذي مرشونا يقف لي شي يضع يديه بجيبه وينزل راسه مليح شي أحد ماذا تفسيره الرجل الذي يديه الثانيين الثانيين بجيبه وواقف يقوم بها مكسورة اوه ايه وبالأخص انه رافع على شتافة اوكي يقوم بها مكسورة بشرط انه كل يديه بجيبه ليس إصبع طالع الإصبع طالع لا بالعكس انه هذا يعتبر ألفا بسيطر بسيطر فقط بالنفس عنده يمشي اوكي يسموها بهاي الطريقة ويمشي هذه مرات اذا يمشي ومدنج جايد يفكر على هذا الموضوع مهم فهي بحالات مختلفة المرة قليلة اللي يستخدمون يخلون ايديهم جيبهم يخلون ايديهم جهة الخسر اليمنى تختلف عن اليسراء اليسراء هي اليمنى كمفورت اوكي ازان التعرق والثنيا من يخلوها عصبين كلش عصبين هاي يمنى اي اي اوكي ازان التعرق من واحد يحكي وتحسى انه عرق اوكي اوكي مهم وشرط لان احنا عدنا اصلا اشخاص اللي هما يعني عدهم تعرق كل شهوة يسمو تعرق مفرد اوكي اهايبر اهايبر شنو يسمو والله نسيتها بالطب اهايبر ماندي شنو اوكي 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 اصلا عدنا اجهزة بخصوصا هاي الاجهزة مثلا اشتغلوها بالاخصب هاي المناطق اللي جاء العبط وهاي الامور حتى يقل لهم التعرق بس التعرق مو شط بس التعرق بالايد اوكي هي نوع من انواع التوتر بلغة الجسد احنا هواية امور ركز بها اللي جاي مثلا دايش لعب من شفته اوكي على قلتش واحد اللي يطلع لسان بسرعة يدخله بس هو لازم انه يشوفين هذا الشخص جايد يحكي هواية ويسوي هاي الحركة لو لا هو وده يحكي يطلع لسانه وطببه اوكي وضحكته شلون شانت انا هواية شاء الله تنتبه عليها اكو ضحكة حقيبة اكو ضحكة حقيقية اكو ضحكة غير حقيقية اكو هي ضحكة تمثل ضحكة اكو صورة اه مادر ان شارتها بالبيج مانتي لولا اذا اذكرتها الملكة ملكة بريطانيا من شانت هي موجودة بالحياة ترامب اجزارها فهي وده تباع ترامب سوات لها ضحكة بس ضحكة من الخوف او شون ها اوه اوه احنا ما نسويها السابت الجديد نسامعا انه السابت الجديد واحد من ايضاتي الصورة يقول ساي تشيز ما نسويها اوكي والحقيقية يمكن تظهر التجاعد تدين او الضحكة والحقيقية اللي هي تضحك العين والحلق سوية اوكي تضحك ثنيا سوية وتظهر شوي الاسنان يعني بالضحكة يعني هس عيني ضحكت ايه بس شو كت اسويها قولي انه حذعك ما حلو قولي لي حذعك ما حلو بلات هو يسويها اوه ضحكت عيني اوه 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 اخر سؤالي مانو الوقت كل شيء قصة تأثرت بيها من خلال لغة جسد يعني صارفت موقف قدامك وتأثرت لان انت اكتشافت لغة جسد شخص نعم اصاعت موضوع فلوس يعني شتبصين فالصينين الأغلبية معدهم لغة لغة انجليزية معدهم مترجمين فاكو حركات يسووها بينهم هو ومترجم بينهم فاني مثلا هما انطاني سعر بخصوص مادة معينة فقريت عن لغة الجسد بعدين بالأخير نزلت 20% من اخر سعر اللي هما انطانيها بس من مجرد انه عرفت انه بهم مجال ينزلون بعد طيب على فكرة طاعا احنا المبيعات اللي هتأثير كلش قوي عن لغة الجسد بس هاي واحدها حلقة كاملة فانت اردت نصيحة بنهاية حلقتنا عن الأشخاص اللي يشتغلون بالمبيعات او انه عندهم شركة معينة او اي شخص يحب يتعلم لغة الجسد شنو فائدة حلهم فادي انا انصح لكم بكل وجودي احشي لشهاي 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 انه اهم مهارة واحد يكتسبها بالبداية مو لغة الجسد ذكاء العاطفي او اوكي صدق يعني صدق احشي لشهاي لشهاي من ده احشي لشهاي واني كلش مصدق انا ما انصح انه الكل يتعلموا لغة الجسد اكو ناس يؤمنونه بهذا الشي اكو ناس ما يؤمنون بهذا الشي صح بس كلش هو ينصح انه واحد يركز على ذكاء العاطفي لان ذكاء العاطفي بالبداية يخلي انه مرتاح لا يحكم على اخر يكون حفوي مرتاح لا يصور عنده هيجانات بعدين خلي تحلمنا مهارات ضمن المهارات هي لغة الجسد شكرا جزيلا لوجودك وانشالله نكون جاوبناهم على كل اسئلتهم وانا جدا سعيدة لوجودك وانا وصلنا نهاية حلقتنا وانتظركم بحلقة جديدة مع الفسلامة موسيقى 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 موسيقى